السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاعتقاد بيتحكم في الجسم اللي بتؤمن به هو اللي بيخلق حياتك سواء داخليا أو خارجيا من الصعب جدا أننا حاول أغير لك معتقداتك أو أتكلم عن شيء أنت مؤمن به وحاول لهز سقتك فيه ده ضيع للوقت رؤيتك للحياة بتحدد سلوكك وبتتحكم في حياتك ممكن كمان تغير في جيناتك الوراثية ولكن بما أن إدراكنا ده أحيانا بيكون صحيح وأحيانا بيكون خطأ بلاش نسميه إدراك وتعالى نسميه اعتقاد يبقى الاعتقاد هو اللي بيتحكم في جسمك أنت مش ضحية لجيناتك الوراثية ولا حاجة أنت مسؤول عن كل حاجة بتحصل في حياتك لو بصيت لنفسك هتلاقي أنك عبارة عن مجموعة من الخلايا تريليونات الخلايا لازم تعرف أن كل خلية من الخلايا دي زكية جدا ولها نظام بيحكمها وبيمشيها وبتقدر تستوعب اللي حواليها لكن أما تكون عيشة وسط مجموعة يبقى لازم يكون لها قائد مش هينفع كل خلية أبدا تمشي بدمخها فهتتخلى عن ذكاها تماما وهتستجيب للنداء المركزي إيه هو النداء المركزي؟ النداء المركزي هو صوت العقل وتحكم العقل في جميع خلايا جسمك تعال نعرف العقل ده شغال إزاي؟ أولا كده فيه إشارات من البيئة سواء داخلية أو خارجية الدماغ بتستقبل الإشارات دي وبعدين بتترجمها وترسل المعلومات دي لكل خلايا من خلايا جسمك عشان تتحكم في سلوكك وفي جيناتك يبقى وظيفة الدماغ هي الإدراك كلنا مثلا سمعنا عن حاجة اسمها تأثير الدواء الوهمي يعني عندك مثلا تفكير إيجابي إن الشيء ده فيه شفائك ولو حتى حباية عبارة عن قطعة سكر بس أنت بتاخدها بتحس أن أنت مستريع وماشي عليها وهما بسودة يعني الإحصائيات كشفت إن تلت العلاجات الطبية الموجودة بما فيها الجراحة نتيجة الدواء الوهمي طيب ده لو فيه تفكير إيجابي نحي الدواء معين أو علاج معين يبقى فيه قولنا إيه دواء وهمي بيعمل شفاء بسبب إن انت حسيت واعتقدت إن فيه الدواء ده هيشفيك وفعلا حسيت بتحسن بعد ما خدته بالرغم إن ما كانش فيه أي تركيبة كيميائية طيب لو العكس بقى لو فيه تفكير سلبي وده اللي الأطباء أخفوه عنك إن فيه حاجة اسمها تأثير سلبي وهمي بنفس القوة للتفكير الإيجابي اللي شفاك هو التفكير السلبي برضو ممكن يمرضك ويقتلك اللي اتنين ليهم نفس التأثير الأول تسبب في شفاك والتاني هيتسبب في مرضك وهينهي على حياتك المحزن جدا إن التفكير السلبي ممكن إن هو يخلق كل أعراض المرض تخيل كده لو طبيب قال له واحد أنت هتموت في اليوم الفلاني وأن حالتك خطيرة وأنه شخص أصلا الحالة من الأول غلق وبسبب ثقة المريض في الطبيب وأنه عارف إن هو الإنسان الوحيد اللي هيفتيه في اللي عنده المريض للأسف هيتلبس الحالة المرض وهيموت فعلا في المعادر اللي الدكتور حدده له بالرغم إنه ما كانش مريض ولا حاجة بسبب الوهم والأفكار السلبية يعني كان فيه علاج اسمه بروزاك ده مضاد للتوتر والاكتئاب كان بيحقق مليارات الدولارات لكن فجأة أعلنوا إنه بروزاك ده عبارة عن سكر مضبوط في الحباية ومع كده الناس مش رادية تسيب الدواء ومنظمة الصحة ومقدرتش إن هي تمنعه لأن ناس كتيرة جدا مؤمنين بيه وحصل لهم شفاء وماشيين عليه وبيقولوا إن هو بيحسن حالتهم المزاجية جدا جدا عشان كده إذا اعتقدت إن فيه شفاءك هتحس بحالة تحسن كبيرة جدا وإذا اعتقدت إن فيه ضرر هتحس بإحساس سيء جدا يعني في جنوب الولايات المتحدة فيه مجموعة دينية اسمها المعمدانية الأصولية بيدخلوا نفسهم كده في حالة من النشوة والفرح بيحتفلوا بيعتقدوا من في اليوم ده إن ربنا بيحميهم وبيستعملوا بقى التعابين وقفاعي سامة من أخطر الأنواع والقفاعي في الاحتفال ده بتلدخهم فعلا وما بيحصل لهمش أي حاجة مش بس كده كده ده بعضهم بيشرب سم الألستركنين بجرعات قاتلة لكن مش بيموت ده بسبب إيبقى بسبب إيمانهم الشديد إن هم في حماية الرب في يوم الاحتفال ده ما بيخافش من سم الأفاعي وما بيخامش من لضغة الأفاعي لكن ممكن هوى الملوس أو المية الملوسة هو عارف إن دي من ملوسة فممكن تقتله بس هو عنده يقين إن سم الأفاعي ده ما هو في حماية الرب فهو عارف حاسس كده فمنعته بقى في السحاب فهو حاسس خلاص أنا هعمل لأنا عايزه في اليوم ده هتلاقي قلبة السجاير مكتوب عليها السجاير تسبب الوفاة وحطين واحد ومركبين له جهاز التنفس الصناعي وتلاقيق اللي بيشرب السجاير ده المدخن عنده إيمان ويقين إن السجار كويس ولا همه لقلبة الرسمة اللي على علبة السجاير وعمال يشرب السجارة والتانية وهتنصحه ليل ونهار مش هيسمعك يعني مفيش أي يعني ممكن يعيش أكتر مني ومنك لأنه هو عنده يقين إن هو الحاجة دي هو هضمه بيبقى كويس فيها بتفوقه بيحبها بتنسي مشكله هو حاسس إن هي كويس وعنده إيمان شديد بيها ومنعته كويس لكن إحنا ما أقول لكش يروح يسرب سم الأفعة لأن إحنا ما عندناش يقين زي الجماعة دي ما عندها يقين باللي هي بتعمله أو أنا أعرف لو أنا هشرب سجارة واحدة لو هاخب بس يعني ربع سجارة أنا حاسة أنا هموت لأن نفسها هيتقطع أنا حاسة بكده فأنا ما عنديش يقين اللي عند المدخن بالطريقة دي فالمعتقدات شيء قوي جدا في مناعتنا وفي حياتنا الإيمان مهم في كل شيء بيأثر على حياتنا وسعادتنا وسلوكنا وصحة كل حاجة طيب السؤال لو إحنا كده قادرين إن إحنا نعيش بصحة جيدة ليه بنمرض أهم سبب في المرض هو التوتر هقول لكم إزاي التوتر بيشتغل على جسم الإنسان العقل شاف وأدرك حاجة معينة أو وقع تحت ضغط معين عرف إن الضغط ده بيسبب له تهديد بيرسل إشارات للمخة تقول له فيه خطر معين موجود يبتدي المخة يفرز إشارات ويبعت إشارات للغدة النخمية الغدة النخمية اسمها الغدة الرئيسية بترسل إشارات لخمسين ترليون خلية في الجسم لكن لو التهديد استمر الإشارات دي بتروح للغدة القذرية الغدة القذرية بتشتغل إما لمواجهة أو لهروب الغدة القذرية دي بتفرز هرمونات كتيرة جدا اسمها هرمونات التوتر أول حاجة كده هرمونات التوتر دي هتعملها هتزود تركيز الدم في الزراعين والساقين ليه بتفضل الزراعين والساقين عشان المفروض إن انت دلوقتي في خطر يبقى عشان تخليك تقدر تجري أو إن انت تقدر تقاتل هو المخة بعتلال إشارة بكده انت واقع تحت ضغطه وخطر بس على طول هتلاقي التوتر اشتغل في جسمك الدم كله تدخل الدرعين والساقين عشان كده أي حد متوتر هتلاقيه بيتحسن كتير قوي قوي لما يمارس الرياضة وخصوصا الجارية ويقول لك أنا حاسس بسخونة في إيدي ورجل أول ما يتوتر كده يقول لك أنا حاسس بسخونة في إيدي ورجل طب أما التوتر بيندفع كده للساقين والزراعين طب الدم ده أصلا كان فين قبل ما يندفع الدم ده كان في الأحشاء طبعا وظيفته بقى النمو والصحة وهضم الطعام وكل ده طبعا لما التوتر جه والدم ساب الأحشاء ورحل للساقين والزراعين ساب الأحشاء عمل إيه بقى طبعا هيوقف النمو هيأخر السحة الهضم هيقف لو يومك مليان بالضغوط فأنت بتسمح لهرمونات التوتر كتيرة جدا إنها تتضخف جسمك هرمونات التوتر بتقفل جهازك المناعي لازم تعرف إن كلنا مصابين بجميع الجراثيم الممرضة دلوقتي أنا مصابة وإنت مصاب لو أخدوا مننا أي عينة دم وحللوا حطوها تحت الميكروسكوب هيلاقوا فيروسات وبكتريا وتفايليات وبلاوي طب ليه إحنا مش مصابين ومش مرضى لأن لو جهازك المناعي بيشتغل بشغل كويس جدا وصحيح هيصف التفايليات والجراثيم دي لكن في اللحظة اللي هتبتدي فيها بإغلاق جهازك المناعي هتبدأ الجراثيم والتفايليات دي تتمكن من جسمك وهتنمو بسرعة جدا يعني فكرة إن أنت مصاب بمرض معين مش معناه إن أنت إنسان عندك المرض فعلا لأ قد يكون جهازك المناعي قل وإن أنت وقعت على تضغوط وتوتر الأطباء بيسموا الجراثيم والتفايليات دي كائنات انتهازية عشان كده لو وقعت تحت ضغط فأنت بتغلق جهازك المناعي فبتدي فرصة للكائنات الانتهازية دي إنها تدخلك في طور المرض لكن لما بتاخد شوية أدوية ونروح للطبيب فبيدينا شوية أدوية عشان نقتل الجراثيم والبكتيريا اللي تمكنت من جسمنا وطبعا ده مفيد جدا ولازم نعمله وخصوصا لو المرض بيمشي في جسمنا بسرعة لكن ما ينفعش نقف عندك كده لازم نحل المشكلة اللي أصلا هجمتنا في الأول اللي هي كتلسبب المرض من المقام الأول اللي هي التوتر والضغط العصبي والنفس اللي وقع علينا اللي أغلق جهازنا المناعي عشان كده لازم تحصل على الشفاء لازم تحصل على الدواء ولازم تعالج التوتر لإما لو فضل التوتر والضغوط هتفضل تخش من مرض لمرض 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 وهتخش في دوامة كبيرة والسبب الأساسي موجود معنا زي ما قلنا كده التوتر بيعمل حاجتين بيوقف النمو وبيقفل جهازنا المناعي فيه كمان بقى مشكلة تالتة كمان لازم أقول لكم عليها عشان يبقى كده الضغط جلنا عمل معنا الواجب قبل ما يسيبنا خالص قلنا هرمونات التوتر دي بتزيد بتزود ضغط الأوعية الدمهوية في الأمعاء وبالتالي بتضخ الدم في الساقين والزراعين وكمان بتخلي الدم يندفع للدماغ بيسبب ضغط في الأوعية الدموية في مقدمة الدماغ ودي منطقة الوعية وده بيفصل لنا لما بيبقى في حد متوتر يقول لك أنا حاسس بزغلالة في عيني وتحيس أنه أقل زكاء تحيس أنه واحد يكون قيادي وزكي جدا وعنده مهارات عالية جدا يعني أصبح مسلوب الإرادة وتلاقيه بيستشير ناس أغبية جدا بالنسبة له لأنه هو مش قادر الدم سيطر على مقدمة الدماغ ومسبب له إحساس بقلة الوعي ماهوش مركز دي مش طبيعة يعني حصل في الولايات المتحدة من أول حدثة 11 سبتمبر مستمرين كل وسائل الإعلام والجرايد تخويف وترهيب والشعب الشعب لدرجة كل المواطنين يعني التوتر انتشر جدا في الوقت المتحدة لدرجة شركات الأدوية أعلنت أنهم حققهم أرباح كبيرة جدا 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 من بيع أدوية التوتر والاكتئاب من بعد حدثة 11 سبتمبر التوتر بيأثر على حياتك كلها وعلى بسمك لكن لازم تعرف أن أنت قوي وأن ابعد أن أي حاجة توطرك يبدأ أن أي حاجة تتعب أعصابك ابعد أن حاول تتفادى تماما الضغوط العصبية والنفسية اللي أنت بتتعرض عليها تحاولش تعيش مضغوط كل يوم مضغوط ما ينفعش لكن أعرف أن أنت قوي مارس الرياضة واستأنف حياتك بكل قوة زي ما كنت دايما قوي هرمونات التوتر دي أنت قادة تنتصر عليها وتحجمها وترجحها مكانها الطبيعي أنت تقدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته